اشتركوا في القناة الاستخبارات المركزية والذي انتهى به المطاف كمنسق في وزارة الخارجية الامريكية لشؤون الارهاب تأتي اهمية هذا الكتاب كون المؤلف هو قائد العمليات في وكالة الاستخبارات المركزية اثناء الغزو الامريكي لافغانستان وان الكتاب تقريبا كله يتمحور حول مكافحة الارهاب ودوره الميداني في ذلك وهنا لا ننسى امرين الاول ان غالبية كتب الاستخبارات التي كتبها الضباط المتقاعدون باهتة بلا طعم وسبب ذلك ما ذكره الصحفي ستيفن جراي في مقدمة كتابه اسياد الجاسوسية اذ قال موضحا النقطة التي يتميز بها كتابه قد حاولت المحافظة على المسافة التي تفتقر لها معظم المنشورات الرسمية او الكتب التي الفها جواسيس متقاعدون والذين وان لم يقروا بذلك عليهم ان يسلموا نصوص كتوبهم لتوافق عليها اجهزة الاستخبارات وطبعا هنري كرامبتون لم يكن من الذين لم يقروا بذلك بل اقروا بذلك في خاتمة كتابه فقال ان اعضاء مجلس مراجعة المنشورات في وكالة الاستخبارات المركزية قد اخطأوا في بعض ما حذفوه لذلك تراه لا يعين اسماء الدول عندما يذكر حوادث الجاسوسية فيكتفي بالوصف العام مثلا يقول في دولة افريقية حصل فيها تمرد ثم لوما حصت الدول لوجدت ان غالبية الدول حصل فيها تمرد مما يضعف من شأن هذه الرواية التاريخية وثم اصبح الكلام في الكثير من الاحيان عن الاجراءات البيروقراطية من لقاءات واجتماعات ومناصب ونحوها من امور اي يمكن استنباط تاريخ اتخاذ القرارات وكيف حصلت اكثر من الكلام عن العالم الخفي كما هو الحاصل في فصول افغانستان الثاني تلميع صورة وكالة الاستخبارات المركزية يشتكي هنري من ان هناك هجوم او صورة نمطية مغلوطة عن دور الاستخبارات في الذهنية الامريكية وان هذه الصورة وان تحسنت بعد الحادي عشر من سبتمبر الا انه ما فتئت ان عادت الى ما كانت عليه ولا ننسى ان هناك كتب ايضا ساهمت في رسم تلك الصورة مثل كتاب ارث من الرماد لثيم واين وقد قال ستيفن جراي عنه فقد اثار هذا الكتاب الذي يصف عقودا من العثارات والاخفاقات الدموية والنشاطات ذات النتائج العكسية حنقا في وكالة الاستخبارات المركزية التي اعلنت في بيان نادر ان لم نقل لم يسبق له مثيل بشأن الكتاب عن الوكالة ان واينر قد شوه التاريخ بشكل متكرر مدعوما باقتباسات انتقائية وتأكيدات شاملة وافتتان بالسلبيات تغاضى واينر عن انجازات الوكالة او قلل من شأنها او شوهها فكان من الطبيعي ان يخرج من رحم هذه المؤسسة من ينافح عنها ويدفع بهذه الصورة ولو اظهر شيئا من المثالية النرجسية فقد اعلى المؤلف من شأن وكالة الاستخبارات المركزية مقابل غيرها من الوكالات الاستخباراتية في امريكا فمثلا مما ينقمه على مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي ان تلك الاخيرة بسبب عملها تحت وزارة العدل جعلت عملها متلازما مع اثبات الادلة وادانة الجاني ويصبح عملها الاستخباراتي مترادفا مع هذه المعاني التي رأى فيها انها تقيد من العمل الخفي وتجعله اكثر محدودية وقد ذكر انه عمل على سبيل الاعارة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي فقد كانت اجهزة الاستخبارات الامريكية تعير افرادها على بعضهم البعض من اجل كسب الخبرة وذكر مجوها من المقارنة بين الوكالتين وحصرها في عشر فوارق في الصفحات 136-137-138 كما انه غض الطرف عن الاخطاء والجرائم التي فعلتها الوكالة تحت امرته ففي فصل العمليات في افغانستان يزعم انه من خلال ما اتخذ من اجراءات وتطور جاسوسي تمثل في اسموه بالصندوق السحري الذي يقول هنري عنه انه ببعض نقارات على المفاتيح يمكن عرض مواقع العدو مع طبقة تظهر كل الطرق في مقاطعة محددة تتبعها طبقة اخرى للإحداثيات الدقيقة لمصدرنا مع طبقة اخرى للخريطة الطوبغرافية وبلغت تركيبات الطبقات العشرات وتمكن كين وفريقه في مآل الامر من احتساب وعرض مئات التركيبات وكل ذلك يتوقف على المعلومات التي نغدي بها النظام وعلى ما نريد وقد ساعدنا النظام في ادارة المعطيات ووفر لنا قدرة على المشاهدة في الوقت الفعلي وبات في وسعنا القاء نظرة على الخريطة الالكترونية لنعرف الوضع على الفور ومع امور اخرى مثل تمكين الافغان المتعاونين مع الامريكان على تحديد الاحذاسيات بشكل دقيق وتعديل الاجهزة لتصبح سهلة الاستخدام وذكر انه اعطى اوامرا بحماية بعض المنشآت من القصف كالمساجد وغيرها ولكن الذين كانوا هناك وكانوا شهود عيان رأوا ان القصف لم يكن دقيقا بالصورة المثالية التي صورها المؤلف في كتابه بل كان عشوائيا ومحا قرى من وجه البسيطة ويذكر القائد الميداني عبدالله العدم اسباب انحيازهم من اخر معقل للطالبان في افغانستان فيقول بعد ذلك بدأوا يستهدفون الناس مما ادى الى خروجنا من افغانستان وانسحابنا الى الجبال والانحياز حتى لا يؤثر ذلك على قتل المسلمين في افغانستان لان الامريكان بدأوا يقصفون في قنظهار عشوائيا ويستهدفون البيوت والناس وضربوا الاسواق حتى المستشفيات لم تسلم منهم فاثر المجاهدون بامر امير المؤمنين الانحياز الى الجبال من افغانستان حفاظا على ارواح المسلمين فلم يناقش المؤلف هذه القضايا في كتابه واكتفى ان القصف استهدف ارتالا عسكرية للعدو وكان القصف دقيقا ولكن لماذا يناقش مثل هذه الامور او حتى يحاول ان يبررها لانه لا يرى اعتبارا لالاف القتل ممن سوف يقعون في هذه الحرب ودليل ذلك حواره مع ماسي قبل بدء الحملة العسكرية على افغانستان وقد دار على النحو التالي كما في الصفحة 256 انتحى بي ماسي جانبا وسألني هل انت مرتاح لهذا انا مرتاح لهذا ماذا تعتقد انتظرت سنوات للقيام بهذا حان الوقت الان وليس لدينا وقت نضيعه بنقاش فلسفي متوتر ما فقلت بفضاضة انا اكثر من مرتاح يا جون امسك بذراعي وابتسم انا لا اسأل عن العدو بل عنك هل جهزت نفسك لواقع اننا سنتحمل مسئولية موت الالاف فقلت بفحيح يستحقون ذلك وفي فصول افغانستان ترى انه كرر على نقطة مركزية او جوهرية في الحملة العسكرية انه لا قيمة للجهود الامريكية العسكرية من دون وجود عملاء وخونة في الجوار ولم يفتأ هنري يكرر هذا المعنى مثلا تراه يقول ركزت على حلفائنا الافغان وقد علمت انهم سيشكلون مفتاح النصر فوحدهم يعرفون طبيعة الارض ووحدهم يمكنهم تجنيد افغان اخرين للانضمام الينا ووحدهم يستطيعون اختراق الطالبان على كل المستويات ووحدهم يستطيعون التحرك على الفور فالجيش الامريكي لا يعرف سوى القليل عن افغانستان لانها لم تشكل تهديدا تقليديا وجيشنا تقليدي بشكل صاحق ويحتاجون اشهر عدة لتحريك قوة لا بأس بها ولم يعد الفيلق شبه العسكري في وكالة الاستخبارات المركزية سوى دزينات قليلة وليسوا جميعهم منسابين لهذه المهمة واعتمدت قدرتنا على التحرك السريع على نجاح حلفائنا الافغان واضف الى ذلك ان لدعم هؤلاء مكاسب اخرى فتراه يقول في موطن اخر وابلغت فهيم وعارف اننا سنوفر راتبا شهريا ولكن لحاجات محددة وتجهيزات فحسب اضافة الى تمويل اضافي للمساعدة في تجنيد الهاربين من الطالبان وجاء رقمي اقل بكثير من الذي طلبناه لكنه كان كافيا وهذا بالتأكيد افضل من صرف مليارات الدولارات على القوات البرية الامريكية بكامل قواتها مما يوفر للعدو المزيد من الاهداف الامريكية وقال عن القواعد العسكرية في الدول المحيطة بافغانستان فمن شبه المستحيل خوض حرب من دون موطئ قدم في دوشانبي وتشقند في اوزباكستان الصفحة 272 وذاكرا دور دول الخليج يقول ادار الجنرال في سلاح الجو مايك باز وفريقه الذي ضم ممثلا عن وكالة الاستخبارات المركزية الحملة الجوية من مركز قيادتهم في احدى بلدان الخليج الفارسي الصفحة 243 ولم تقتصر دول الخليج على الجانب الجوي فقط بل يذكر الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش في مذكراته قرارات مصيرية الصفحة 248 جانبا من اسهام الغواصات الامريكية المستقرة في الخليج بقصف افغانستان فيقول عن بداية الحملة الامريكية على افغانستان وكانت الغواصات الامريكية والبريطانية في الخليج العربي قد اطلقت صواريخ طوما هوك وقد كان لبعض هؤلاء الافغان المتعاونين مع الولايات المتحدة تخوفات انها في يوم ما تتفاوض مع الملا عمر فلم يريدوا ان يكشفوا عن انفسهم ويحرقوا اوراقهم ان كانت امريكا سوف تقوم بهذا فاقاموا المجلس المحلي الجيرغا وقبل ان يعطوا موافقتهم على التعاون مع الامريكان سألوا الامريكان هل ستتفاوض الولايات المتحدة مع الملا عمر فرد الضابط جريغ قال رئيسي اما ان تكونوا معنا واما ان تكونوا ضدنا فكيف يمكننا التفاوض مع الملا عمر وهو لم يجلب لكم سوى الموت والمشقة لن نفاوض هذا القاتل سنحارب معكم حتى النصر فوافق هؤلاء الافغان على التعاون مثل امريكا كمثل الشيطان اذا قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك فالان بعد عقدين على هذا التعاهد نرى ان امريكا تفاوض جماعة الملا عمر على الانسحاب وعلى ترك هؤلاء الخونة ليلاقوا مصيرهم بعد ان اضاعوا الدنيا والدين على العموم هنري كرامبتون نفسه يقر ان امريكا تخل بالكثير من اتفاقياتها والتزامتها فيقول انه اثناء نقاشه مع العملاء الافغان بعد ان عرضوا عليه سؤال هل يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة للوفاء بعهدها؟ قال اغفلت الجزء المتعلق بالالتزام الاخلاقي لانهم شاهدوا على مر العقدين الماضيين الكثير جدا من الاخلال الامريكي بالوعود وتجاهل امريكا لعملائها او حتى نسيانهم بعد ان قدموا لها الغالي والنفيس وليس بغريب بل يحكي هنري نموذجا من ذلك في كتابه فاحد الجواسيس الافارقة قد خدم وكالة الاستخبارات المركزية باخلاص وانتج مئات التقارير كما يقول هنري ثم ماذا؟ ثم ذكر انه توفي في ظرف غامض اثناء مروره على معبر حدودي مغبر مهجور ثم قال وهذا هو الشاهد وبالطبع فان هذا البطل العميل الغير معروف من العالم قد اصبح منذ زمن بعيد طي النسيان في داخل وكالة الاستخبارات المركزية الا من زوجين مشاغلين ومني انا تلك هي طبيعة التجسس فطبيعة التجسس لدى امريكا انها تنسى منضح لاجلها بل من الطرائف ان هنري كرامتون يقول عن من يأتي الى السفارات الامريكية من اجل ان يعطيهم معلومات استخباراتية من اجل المال او تأشيرة الدخول الى امريكا قلة منهم متطوعون صادقون يريدون المساهمة في فتاة من المعلومات لقاء اموال نقدية او تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة وكادوا جميعهم يخادرون وهم مصابون بخيبة الامل هنا قسم القادمين الى السفارات من اجل اعطاء المعلومات وذكر ان غالبيتهم محتالين ثم ذكر القلة القليلة الصادقة ثم ان هؤلاء الصادقين في خدمة امريكا قد خرجت النسبة الغالبة منهم بلا شيء وعودا الى جريغ الذي قال سوف نقاتل حتى النصر ولا بد الاستراتيجية معينة لتحديد النصر من الهزيمة وماذا عن الاستراتيجية الامريكية لمكافحة الارهاب هل استطاعت امريكا تحقيقها يقول هنري كرامبتون اخفقنا في تحقيق الاهداف الاستراتيجية الثلاثة لمكافحة التمرد الغاء زعامة العدو وحرمانه من الملاذي الامن وتحسين الظروف التي يستغلها الصفحة 324 ثم ذكر عظة جريغ في نفس المجلس حول ما كان يريد ان يرسخه في اذهان الافغان انهم يقاتلون من اجل وطنهم ضد الدخلاء الاجانب مثل الشيشانيين والباكستانيين وغيرهم من المهاجرين وانه يجب ان تكون افغانستان للافغانيين فيقول على الافغان ان يقاتلوا القاعدة اليست هذه مسئولية المحارب وواجبه وشرفه هل يسمح الرجال الافغان الحقيقيون للدخلاء العرب والشيشان والاوزبك والباكستانيين العاملين تحت لواء القاعدة تحديد مستقبل افغانستان وكيف لا يمكنهم ان لا ينضموا الى الولايات المتحدة ضد هذا العدو المشترك فالقاعدة غاز اجنبي اختطفت بلادهم الا يقوم بهذه المهمة على اكمل الوجه بعض المحسوبين على المعارضة في سوريا ماذا سوف يفعلون غدا لو عارضت عليهم امريكا او غيرها من القوى التعاون من اجل طرد هؤلاء الاجانب وتمكين السوريين من العودة والحكم وفق اجندات هذه الدول قد يجد هذا العرض اذانا صاغية بشكل كبير حسنا تستطيع ان تحصر المتعاونين مع امريكا في غزوها افغانستان من القوى الداخلية الى الشيعة الهزارة فترى هنري يقول عنهم رحبت الهزارة وهي اقلية شيعية بالولايات المتحدة بامتنان وبالتزام عميق بالحرب والجبهة الموحدة لتحالف الشمال فتراه يقول عن رئيس استخباراتهم المهندس عارف وقد عملنا معا على مدار العامين الماضيين وتواصلنا بانتظام وقد خصص لهم مرتبات كما تقدم معنا في النصوص السابقة ويقول عن قائدها احمد شاه مسعود احتجت زيارة الى المنطقة ولقاء حليفنا وزعيم الجبهة الموحدة احمد شاه مسعود وقد سبق لنا ان ارسلنا في الاشهر الستة السابقة فريقا الى افغانستان لمساندة مسعود والعاملين معه ونحن نخطط لتوسيع هذا التعاون وعين بعض الاسامي فقال عبد الرشيد دوستوم وهو ازبكي ومحمد محقق وهو من الهزار الشيعة واستاذ عطى محمد وهو تاجيكي واذا كانت قوات التحالف الشمالية مكونة من قوميات متعددة فقد كانت المشكلة في القومية الاكثر والابرز وهي البشتونية فلابد من ايجاد موطئ قدم في جنوب افغانستان معقل البشتون الاول فلم يجد افضل من كارزاي وقبيلته يقول هنري وحده كارزاي تمكن بفضل قوة زعامته من ضمان تعاون قبيلته الاولى في تلك المنطقة وقد رحبوا بفريق وكالة الاستخبارات المركزية والقوات الصغيرة هذه ووفروا لها الحماية ذكر هنري حادثة ذات دلالة وهي انهم وصلتهم رسالة عبر وسيط من رئيس استخبارات الطالبان قاري عماد الله للتفاوض وفق هنري على ذلك مع وضع ثلاثة احتمالات الاول هو ان يتعاون معنا ولا يكتفي بالكلام بل لا بد ان يبرهن على ذلك او ان يقبل ان يكون مجندا لصالح الامريكان والثانية اعتقاله والتحقيق معه والثالث ان لم يستطع اعتقاله قتله واتفقوا على موعد ومكان محددين ولم يأتي رئيس الاستخبارات الطالباني عماد الله بل اوفد على احد اتباعه ولم يقبل لا بالتعاون ولا بالتجنيد فاوما المفاوض الامريكي الى القوات الامريكية التي تدخلت واعتقلت المفاوض مع فريقه وبعد التحقيق معهم اكتشفوا اماكن بعض القيادات يقول هنري كشف السجيل الطالباني في غضون 24 ساعة على اسره عن مواقع قيادة القاعدة والطالبان وغير ذلك من المواقع على امتداد الحدود الباكستانية فذهبت طائرة بلا طيار وقصفت تلك التجمعات الموجودة وقتل من بينهم رئيس الاستخبارات الطالباني القاري عماد الله فمن اراد التفاوض مع الامريكان في حالة الحرب لا بد ان يضع اعتبارا لمثل هذه الحادثة وانعكاسها السلبي كما ان الامريكان لا يقبلون بمجرد الكلام او التعاون اللفظي بل لا بد ان تبرهن لهم عمليا على التعاون ولا بد من رؤية الفعل والامر به اذ قال للانسان اكفر يقول هنري سألنا قادة الطالبان الذين شهدوا في الغالب نهاية رفاقهم اترغبون بالموت او بالمكافأة اختاروا بشكل شبه دائم المكافأة وطالبنا بما هو اكثر من مجرد كلماتهم يجب ان يتجسسوا لنا ويذيروا بنادقهم صوب رفاقهم في القاعدة بل وحتى خيانة قادة الطالبان الاخرين وانا لا اصدق ان غالبية قادة الطالبان وافقوا على التعاون مع المحتل ولكن اصدق ان امريكا لا تكتفي بمجرد اعلان التعاون بل لا بد من حيثيات ملموسة لتبرهن على تعاونك وكل حركة ذات ابعاد نضالية لا بد ان يتعرض قاداتها الى شيء مماثل من هذا النوع ولا بد ان يساومهم العدو ما بين التهديد والترغيب والقادة الحقيقيون هم الذين يفضلون الموت على التعاون مع العدو وعلى فقدان كل شيء الا دينهم وذكر هنري في الكتاب امرا اخر قد تفوقت فيه الدول العربية على الدول الغربية وهو مكافحة الارهاب وان ضباط وكالة الاستخبارات المركزية ادطروا ان يتنوا ركبهم لينهلوا من معين هذا الضابط العربي الذي بعث خصيصا لتدريسهم وتدريبهم يقول هنري جمعنا فريقا من الاختصاصيين ضم علماء نفس ومحللين ومجندين وعرفت بعد التجربة الاولى ان شيئا ما ينقصنا احتجنا الى خبرة اوسع وتجربة اكبر وطلبت من جهاز عربي حليف ان يرسل لنا مدربا امتعد بعض من في الجهاز الخفي بما يعكس غرورا في غير مكانه بالنسبة الى قدراتنا الذاتية وحاججت باننا دربنا اجهزة ارتباط في كل انحاء العالم فلماذا لا نستفيد من بعض من دربناهم تكرم حليفنا العربي علينا بالموافقة واوفد واحدا من اكثر ضباط مكافحة الارهاب خبرة لديه لتعليمنا ومساعدتنا في تطوير مناهجنا فعلم مركز مكافحة الارهاب عشرات من ضباط العمليات من كل اقسام الجهاز الخفي واما بخصوص العلاقة المفترضة التي كانت ما بين القاعدة وصدام حسين والتي استخدمت بشكل او باخر لغزو العراق فيقول هنري عنها لم يوجد فيما جمعناه من استخبارات او تحليل ما يورط العراق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر بل ان صدام حسين على العكس من ذلك طاغية علماني لا يأنس ابدا بايديولوجية القاعدة او يعتبرها حليفة مصلحة وبالرغم من ان صدام ارهابي ويدعم مجموعات ارهابية وبخاصة تلك التابعة للشبكات الراديكالية الفلسطينية فانه رأى في القاعدة تهديدا اكثر مما رأى فيها حليفا اضف الى ذلك ان القاعدة نظمت ودربت وخططت لهجمات الحادي عشر من سبتمبر من افغانستان وليس العراق واما الضابط في وكالة الاستخبارات المركزية مايك سبان الذي وفق شهادة وليد محمد الحاج في برنامج شاهد على العصر انه قتل على يد اليمني مهند التعيذي فقد تقلم هنري كرامبتون عنه باستفادة تحت فصل فرعي قلعة جانجي وفي ختاب الكتاب تكلم هنري كرامبتون عن عمله رئيسا لقسم المصادر الوطنية والذي يتخذ من القطاع الخاص جسرا للتجسس يقول ان الكثير من المدراء التنفيذيون للشركات الامريكية الكبرى متعاونون مع اجهزة الاستخبارات ويتكلم عن احدهم فيقول امتلكت شركته مكاتبة في كل انحاء العالم وفي وسع موظفيه الذهاب الى اي مكان وسيتوق اي شخص تقريبا الى لقاء ممثلي شركته بسبب ما تحظى به نوعية عمله من شهرة وقوة مالية وادرك ما يستجرب ذلك من مخاطر عليه وعلى موظفيه ومستتمريه لكنه اعتنقه لانه واجب يحتم عليه خدمة بلاده وحمايتها وهو ممتن لان وكالة الاستخبارات المركزية منحت هذه الفرصة في المساهمة وهذا النمط ساعينه المرة تلوى الاخرى في سنتين رئاسة التاليتين للمصادر الوطنية لك ان تخمن من هذه الشركة الامريكية فلذلك الشركات الامريكية سوق خصم للتجسس والتعاون الاستخباراتي ترجمة نانسي قنقر